أبتا ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطورات التي تشهدها الإقليم أو شهدها الإقليم والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قابلها موقف مصري واضح منذ لحظة الأولى برفض تام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وفي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء أضاف الرئيس السيسي أن مصر تحرص على العمل في إطار ثوابتها الراسخة لإرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة أعلن نادي الأسير الفلسطينية أن عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيلي يقابلها حملات اعتقال يومية ومستمرة وأضف النادي أن أعداد الأسرة والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمرة حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في إبريل الجاري إلى أكثر من 3660 معتقلا إداريا وأكد نادي الأسير أن تاريخ ما بعد السابع من أكتوبر وبدء حرب الإبادة في غزة لم يكن بداية عدوان الاحتلال على الأسرة والتصاعد في حملات الاعتقال الإداري بل شكلت كل هذه الجرائم والانتهاكات امتدادا لجرائم ممنهجة ومتواصلة نفذها الاحتلال على مدار عقود طويلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم الجلزون شامال رامالله واعتقلت شابة من المخيم يأتي ذلك فيما استشهد ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين إطرق قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة أشخاص في حل تل الهوى غرب مدينة غزة وكان جيش الاحتلال قد قصف من طائرة مسايرة عرب قرب المستشفى الاندونيسي في بيت لهيا شامال قطاع غزة مع أصفر عن استشهاد فلسطينية وإصابة اثنين آخرين فيما شن طيران الاحتلال غارة على منزل في المنطقة ذاتها كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على شمال النصيرات ونزف مباني سكنية في بلدة المغارقة واسطى قطاع غزة قال كارلس كاون نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة إن شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة وطل باسكاو بالسماح بدخول كميات أكبر وأكثر تنوعا من المساعدات للقطاع دعيا إسرائيل إلى توفير إمكانية الوصول المباشر من ميناء سدود عبر معبر إريز قالت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون إن الجيش الأمريكي بدأ في بناء رصيف بحرية يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر للصحفيين إن سفنا عسكرية أمريكية بما في ذلك السفينة بنافيدز بدأت في بناء المراحل الأولية للرصيف المؤقت والجسر في البحر ويأتي بناء الرصيف البحري في إطار محاولة للدرء المجاعة في غزة بعد أشهر من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مارس الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجيش سيبني ميناء مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عن طريق البحر أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين عن أماله في إحراز تقدم خلال محادثاته مع نظيره الصيني وانجي وقال بلينكين أنه سيثير قضايا حساسة خلال المحادثات في بيكين مثل الممارسات التجارية للصين ودعم بيكين لموسكو فضلا عن قضية تايوان أضف بلينكين في الافتتاح الاجتماع مع وانجي أنه سيكون واضحا جدا ومباشرا خلال المباحثات ترجمة نانسي قنقر